موسيقى اهلا بكم في جورجيا النهاردة هاريكم مع بعض المكان اللي ممكن تشتروا منه كل احتياجاتكم وانتم موجودين في جورجيا لانه ارخص كتير من اي سور ماركت موجود هنا المكان ده اسمه ديزرفيري سكي ماركت المكان ده عشان تجي بتركب المترو وبتنزل محطة اسمها ميدان المحطة والحيال المكان هنا هتلاقي فيه كل اللي انت محتاجه الحاجات كلها رخيصة جدا وارخص كتير جدا من السور ماركت فتعالوا نشوف اي اللي موجود هنا مع بعض طبعا يا جماعة جورجيا بتتمايز بالجبن وزي ما انتم شايفين في الاسواق دائما بتلاقوا محلات كتير جدا بتبيع جبن والجبن دي بتبقى مصنوعة في البيت والحيال اسعارها رخيصة جدا وطعمها حلو قوي فطبعا لما تيجوا السوق هنا تقدروا تاخدوا حاجات معاكم وانتم مسافرين تقدروا تجربوها حاجات كتير جدا موسيقى وطبعا يا جماعة المغبوزات بتمسر جزء كبير جدا من المطبخ الجورجي وعشان كده انت بتلاقي المحلات اللي بتبيع المغبوزات دي في كل مكان طبعا المغبوزات دي بتبقى باللحوم او بالجبن وطبعا الجبن هنا مشهورة جدا زي ما احنا قلنا فطبعا كل مكان هتلاقي في محلة ببيع الحاجات دي وطبعا الاماكن هنا ارخص بكتير من وسط المدينة وزي ما احنا شايفين يا جماعة ده برجومي ماركت ده الجزء التاني من السور الكبير اللي هو جانب الديزارتي ريسكي ماركت اللي احنا للسه شايفينه وبروجومي ماركت ده بالاساس هو للمأكلات يعني مش هتلاقي فيه حاجات كتير مثلا للمنزل او المطبخ او كده زي المكان التاني ما بتلاقي فيه كل حاجة انت محتاجة اللي هو ديزارتي ريسكي هنا منلي بالاساس للاكل بس وطبعا ده جزء اين فيه جزء تاني برا في المكان المفتوح هنوريه لكم دلوقتي يا جماعة المكان ده رخيص بشكل مش طبيعي يعني هنا التفاح بثمانية جنيه ونص مصري اللي هو انت بتجيه في مصر بخمساشر عشرين جنيه والبطاطس بخمسة ستة جنيه فالمكان هنا غير طبيعي في جبسة والمندرين بخمسة جنيه مصري بما يوازي خمسة جنيه مصري فالمكان هنا رخيص اي حد يجي بجورجيا يا جماعة ما تحوش السوبر ماركت تعالوا المكان ده ده عبارة كده عن عصير عنب ونطس من جوه وعصير العنب ده بقى عطعمة مختلفة فهم حتى انت في الشارع بتلاقي الناس بيتبعوه كتير جدا انا الحقيقة ما جربتوش بس هم بيقولوا انه طعمه حلو فاقبوا جربوه لما تيجو جورجيا ودي بقى يا جماعة المنطقة اللي بره الاول دور اللي هي في السوق اللي هو برجومي ده وطبعا هنا في السوق بتلاقي كل الخضروات والفواكه اللي انت محتاجها بس طبعا في كل بلد دايما بتلاقي حاجة مختلفة فمن اهم الفواكه المختلفة هنا الخاصة في جورجيا اللي انت لازم انت جرابها حاجة اسمها الفيخوة ودي لما بتشتريها لما تنقيها لازم تجبي الكبيرة وتكون صفت شوية يعني تارية شوية عشان دي بعد كده تفتحها وتاخد اللي جواها وبتعمل منه احلى عصير العصير ده جامد جدا يعني من احلى الحاجات في جورجيا فلما تيجو هنا لازم تجربوه موسيقى موسيقى وطبعا يا جماعة بين السوقين اللي هم الديزارتيرسكي والبروجرومي دول في المنطقة اللي في الوسطة ما بينهم في سوق كده للملابس بس يعني هي منطقة كبيرة جدا وطويلة مجرد للملابس يعني هو سوق للملابس موجود فلو حد ما يحتاج يشتريه حاجة وبالذات لو انت جايين في الشيطة هتحتاج وتشتروا حاجات يا جماعة بتعالوا من هنا لان المكان نخيص موسيقى 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 وبكده تكون قولتنا النهاردة فارخة سوق موجود هنا في تبليس في جورجيا وهو ديزارتيرسكي ماركت خلصت فعملوا لايك وشيري للفيديو ده واشتراكوا في القناة عشان يوصدقكم فيديوهاتنا الجاية من جورجيا ومن كل البلاد التانية اشوفكم في الفيديو القاية سلام موسيقى 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 موسيقى